نرحب بكم مشاهدينا في هذا اللقاء الخاص من هنا من قصر المهاجرين في العاصمة السورية دمشق مع الرئيس بشار الأسد سيادة الرئيس أهلا بك إلى سكاينيوز عربية وشكرا لك لإتاحة الفرصة للقاءك في هذا اللقاء الذي انطلناه حقيقة طويلا أهلا وسهلا بك في سوريا وأنا سعيد جدا أن أستقبلكم اليوم وأن يكون بيننا حوار مثمر شكرا لك بما أن هذا أول لقاء سيادة الرئيس عبر سكاينيوز عربية كأول قناة عربية نعود معك إلى بداية الأحداث إلى عام 2012 هل كان بالإمكان في رأيك تفادي ما حدث هل كنتم ستخوضون الحرب هذه المواجهة بنفس الطريقة بنفس الرؤية على امتداد أكثر من عقد طبعا من الناحية النظرية كان ممكن تفادي هذه الحرب لو أننا خضانا لكل المطالب التي كانت تطلب أو تفرض على سوريا بقضايا مختلفة ولكن في مقدمتها تخلي عن الحقوق السورية وتخلي عن المصالح السورية لذلك أقول من الناحية النظرية لأننا من الناحية العملية لن نذهب بهذا الاتجاه ولكن لو افترضنا بأننا سنذهب فهذا يعني بأننا سنتفادي الحرب ولكن سندفع ثمن أكبر بكثير لاحقا هل كنا نتعامل مع الأمور بنفس الطريقة؟ الطريقة ممكن أن يكون هناك طرق مختلفة لنفس الهدف المهم ما هي السياسة وما هي رؤية الوطنية؟ رؤيتنا كانت هي الدفاع عن المصالح السورية الدفاع عن سوريا في وجه الإرهاب الدفاع عن استقلالية القرار السوري فلو عدنا بالزمن إلى الوراء سوف نبني ونتبنى نفس السياسة هل كنت تتوقع عن حجم الضرر حجم الدمار أن يكون بهذا الحجم على الأقل خلال السنة الأولى؟ لا لم نكن نتوقع لأننا لم نكن نعرف ما هي الخطط المحضرة كنا نعرف أن هناك أشياء تحضر لسوريا وكنا نعلم منذ بداية الحرب بأن هذه الحرب ستكون حرب طويلة وليست أزمة عابرة كما كان يعتقل البعض ولكن التفاصيل لا أحد يتوقع سمح لي سيادة الرئيس بهذا السؤال المعارك كانت تدور على بعد أمتار من قصور الرئاسية من صحة أبير اللحظة يعني ألم تخشى على حياتك على حياة أبنائك؟ وهناك كانت في المنطقة سيناريوهات مرعبة الحقيقة على سبيل المثال ما حدث لرؤساء ما حدث مثلاً للرئيس القذافي أولاً كل من لا يخشى الخطر هو إنسان غير طبيعي وغير متوازن فالخوف هو جزء من طبيعة الإنسان الشيء الطبيعي هو أن يخاف الإنسان ولكن الخوف له أشكال تتراوح ما بين الهلع والتوجس وما بينهما لم نصل لحد الهلع هذا بكل تأكيد لكن من جانب آخر أنت تعيش حالة عامة لم أكن أنا المستهدف كشخص كان الكل مستهدف كلنا كنا نسير في هذه الشوارع والطرق وفي منازلنا والقزائف تسقط على مدى سنوات فيصبح الخوف والقلق هو جزء من اللاوعي وليس جزء أن تمثل قيادة الدولة صحي ولكنك بالأخير إنسان وتتفاعل مع الآخرين فكانت حالة عامة عندما تصبح حالة عامة لا يمكن أن تعيش مع الخوف لسنوات يصبح جزء من شيء تتعيش معه بشكل يومي أما بالنسبة للسيناريوهات التي حصلت الحقيقة لا لأن هذه السيناريوهات وضعت كما حصل مع القزافي أو كما حصل مع صدام عسين في الإراق لكي تخلق حالة رعب فكان لدينا في سوريا وعي تماما للسيناريوهات التي وضعت في الإعلام وسوقت في الإعلام لكي تخلق حالة من الرعب لذلك لم تكن هذه السيناريوهات في عقولنا بشكل عام خاصة أننا كنا نخوض معركة وجودية المستهدف لم يكن قزافي كانت ليبيا المستهدف لم يكن صدام عسين كانت العراق والمستهدف لم يكن الرئيس بلشار كانت سوريا عندما تضع هذه الأمور بحسبان فأنت لن تعيش هاجس الحالات الشخصية التي حاولوا تسويقها من أجل خلق حالة من الرعب لكن في ظل هذا الضغط الكبير هل فكرت يوما في التخلي عن السلطة سيادة الرئيس؟ لأكون واضحا عندما تحدثوا عن ضرورة رحيل الرئيس السوري كانت سوريا بشكل التالي بأن المشكلة هي مشكلة الشخص وبالتالي لا يمكن أن يكون هذا الشخص أهم من الوطن وبالتالي بغض نظر عن مواصفاته وصفاته يجب أن يذهب هذه سوريا كنا وعيين لها في سوريا بشكل عام ليس أنا فقط وإنما كدولة وكمواطنين لذلك لم يكن هناك مطالبات داخلية برحيل الرئيس عن السلطة عندما يرحل رئيس عن المنصب أو عن المسؤولية التي كان يكون أكثر دقة يرحل عندما يريد الشعب له الرحيل وليس بسبب ضغط خارجي أو بسبب حرب خارجي عندما يكون بسبب داخلي هذا شيء طبيعي عندما يكون بسبب حرب خارجية عندها يكون اسمه هروب ولسا تخليها السلطة والهروب لم يكن مطروح على للخارج كانت عدد كبير مظاهرات ترفع هذا الشعر حتى العدد الكبير لم يتجاوز في أحسن الأحوال مئة أو مئة ألف ونيف في أحسن الأحوال في كل محافظات مقابل عشرات الملايين من السوريين هذا أولا ثانيا إذا أردنا لنفترض بأن هناك كان جزء كبير طيب أغنى الدول وأقوى الدول في العالم تقف ضد هذا الرئيس وقسم الكبير فرضا من الشعب يقف ضده فكيف يبقى؟ هذا يجد منطق في الأمور فإذن هو بقي لأن الجزء الأكبر من الشعب يدعم القضايا التي يدعمها الرئيس سنعود هذه النقطة لكن أنتم قتلتم تحدي كبير العدو والإرهاب الذي أحاط في كثير من المناطق وحتى العاصمة ديمشق لكن هناك سيادة الرئيس مدنيين تضرروا الحقيقة دابعنا ذلك عبر على الأقل وسائل الإعلام من قتل تهجير ومعاناة هل تتحمل مسؤولية هؤلاء؟ إذا افترضنا بأن الدولة هي من كانت تقوم بالقتل والتهجير تتحمل ولكن هناك إرهاب كانت الدولة تقاتل الإرهاب والإرهاب هو الذي كان يقتل ويدمر ويحرق لا يجهد دولة حتى ولو كانت تسمى دولة بين معطرضتين سيئة تقوم بتدمير الوطن غير موجودة حسب معلومات فشكل طبيع الإرهابي ومن قام بتدمير الدولة دورها بحكم الدستور والعرف الوطني أن تدافع عن الدولة فهل هذا يعني بأن الإرهاب أو مواجهة الإرهاب هي التي دمرت؟ يعني لو تركنا الإرهاب تعمر الدولة؟ هذا كلام غير منطقي فإذا من يتحمل المسؤولية هو من وقف مع الإرهاب وليس من دافع على الإرهاب من يتحمل المسؤولية هو من نوى على الحرب من خطط الحرب ومن اعتدى وليس المعتدى عليه نعود معك سيئة رئيس لفكرة الصمود الدولة بعد كل هذا الضغط الكبير على المستوى الداخلي وحتى الخارجي هل الدعم الإيراني الدعم الروسي منذ السنوات الأولى لهذه الأزمة هو سر الصمود في هذه المعركة؟ الشارع العربي سيئة رئيسي يعني يسأل عن سر مقاء الدولة السورية بعد كل هذه الضغوطات؟ نحن بالبداية لم ندعي بأننا دولة عظمة ولم نقول بأننا قادرين على محاربة العالم فمن الطبيعي بأننا عندما طلبنا من أصدقائنا أن يقفوا معنا فليأننا بحاجة لهذا الدعم فوقوفهم معنا كان له تأثير أهم في الصمود السوري هذا شيء يعني من البدائه لكن لا يمكن للأصدقاء أن يحلوا محلنا في الحرب وفي المعركة وفي الصمود هذا شيء أيضا من البدائه لكن الصمود الحقيقي هو صمود الشعب السؤال هنا الذي تطرح له عوامل كثيران تتحدث عن عشرات الملايين وتتحدث عن واحدة من أقدم الشعوب أو المجتمعات في العالم فهناك تراكم تراكم اليوم نستطيع أن نقول هناك إيمان بالقضية هناك خبرة هناك معرفة هناك تمسك بالحقوق هناك وعي ونضج لطريقة اللعبة التي أديرت بها الأمور عند التحضير لهذه الحرب وعند بدأ هذا الحرب كل هذه الأشياء وغيرها من العظام الكثيرة لا مجال لذكرها الآن هي التي كونت حالة الصمود وليس هي قضية لا رئيس ولا مسؤول ولا دولة ولا مجرد جيش كلمة السر في هذا الصمود إن صح التعبير خلال هذه السنوات كيف يمكن أن تلخصها؟ كلمة السر هي الوعي للمخطط لم نسقط ولا في فخ من الأفخاخ التي رسمت لنا في الخارج الوعي هو أساس النجاح والصمود عاجلا أو آجلا بعد كل هذه السنين تم رفع تعليق عضوية ديمشق في الجامعة العربية أنت ترفض فكرة عودة سوريا إلى الجامعة العربية فتح باب التساؤل عن مستقبل العلاقة بينكم وبين هذه العواصم العربية هل هي عودة شكلية أم في رأيك سيكون لها ما بعدها على الأقل خلال المستقبل القريب؟ الحقيقة أن العلاقات العربية العربية منذ تكون عندي الوعي السياسي منذ أربعة عقود هي علاقات شكلية لماذا؟ لسبب بسيط لأننا بطريقة تفكيرنا ربما على مستوى الدول أو هي ثقافة عامة لا أدري لا نطرح حلول عملية ولا نطرح أفكار عملية لأي شيء يعني أحب الخطابات والبيانات واللقاءات الشكلية هذه طبيعة العلاقة فعودة سوريا هل ستكون شكلية مغيرها؟ هذا يعتمد على طبيعة العلاقات العربية العربية هل تغيرت؟ لا أعتقد بأنها تغيرت بالعمق هناك بداية وعي للحجم المخاطر التي تؤثر علينا كدولة عربية لكنها لم تصل إلى مرحلة وضع الحلول طالما أنه لا يوجد حلول للمشاكل فإذا العلاقة ستبقى شكلية لكن على الرغم من الوعي بهذه المخاطر المخاطر الحقيقية أصبحت في العالم العربي وكبيرة على بعض العواصم على الرغم من ذلك لماذا لم تتضافر الجهود على الأقل لأن المصلحة ستكون مشتركة؟ صحيح لأنك أنت أمام مرحلتين عندما يكون لديك مشكلة الأولى هي أن ترى المشكلة أن تفهم المشكلة أن تشخص المشكلة والمرحلة الثانية هي أن تضع العلاج نحن في المرحلة الأولى لم ننتقل للمرحلة الثانية بعد بحسب اعتقادي بالنسبة لسوريا ماذا تتوقعون من الجانب العربي سيادة الرئيس؟ لا أستطيع أن أستطيع أن أأمل نأمل بأن نتمكن من بناء مؤسسات مشكلة العرب أنهم لم يبنوا العلاقات على مؤسسات وبالتالي لم يبنوا مؤسسات وإذا تحدثنا عن العلاقات الثنائية فهي ضعيفة لهذا السبب والعلاقة الجماعية عبر الجامعة العربية لأن الجامعة العربية لم تتحول إلى مؤسسة بالمعنى الحقيقي هذا هو ما نراه وهذا ما نأمل أن نتمكن من تجاوز فيما يتعلق بالمعارضة من هي المعارضة التي تعترفون بها اليوم بعد كل هذه السنوات؟ بالمختصر هي المعارضة المصنعة محلياً لا المصنعة الخارجي المصنعة محلياً يعني أن تمتلك قاعدة شعبية أن تمتلك برنامج وطني أن تمتلك واعي وطني الجاهل لا يعني كل المواصلات الأخرى مع الجاهل لا تكفي الواعي الوطني والنية الوطنية الصادقة عدها من ذلك المعارضة هي شيء طبيعي نحن بشر ونختلف بالأراء في المنزل الواحد فكيف لا نختلف على مستوى الوطن تجاه الكثير من القضايا؟ البعض يرى أن حتى معارضة الخارج لديها رؤية ربما تختلف مع الدولة السورية وقد تكون بالفعل تمثل جزء من هذا الشعب طبعاً كلمة خارج لا تعني السوق قد يكون معارض داخلي ومرتبط بالخارج وقد يكون معارض بالخارج ولكنه مرتبط بوطن فالقضية ليس لها علاقة بالخارج والداخل لها علاقة بأين تكمن انطلاقتك من الشعب أم من المخابرات الأجنبية هذا هو السؤال فقط أنتم علمتم عن ترحيبكم بعودة اللاجئين العداد الكبيرة من اللاجئين الملايين لكن البعض يتخوف من فكرة سيادة رئيس العقاب يعني بعد العودة ماذا تقول لهذه الملايين عبر هذه الشاشة؟ خلال السنوات الماضية عاد إلى سوريا أقل من نصف مليون بقليل ولم يزين أي شخص من بينهم لماذا توقفت هذه العودة؟ بسبب الواقع الأحوال المعاشية يعني كيف يمكن للاجئ أن يعود من دون ماء ولا كهرباء ولا مدارس لابنائه ولا صحة للعلاج يعني هذه أساسيات الحياة هذا هو السبب بالنسبة لنا في سوريا أضرنا قانون عفو عن كل من تورط بالأحداث خلال السنوات الماضية طبعا معدى الجرائم المثبتة التي فيها حقوق خاصة حقوق الدم كما لكن هذه المضاة الكثيرين يعني تحدثوا عنها أنها قد تكون هي معضلة للمساءلة الأمنية وبالتالي تزيد من حالة التخوف تمام حتى لمن يشك يستطيع أن يعود للواقع لذلك أنا ابتدأت بالواقع قلت على حوالي نصف مليون كيف يعود هؤلاء إذا كانت الدولة ستقوم بسجنهم هذا يعني مؤشر واقعي بغض النظر عما أقوله أنا في هذه المقابلة ما هو التحدي الأبرز لعودتهم في رأيك لوجستيا لوجستيا البنية التحتية المدمرة التي دمرها الإرهاب وهذا ما يقوله معظم اللاجئين الذين انتواصل معهم يرغبون بالعودة ولكن كيف نحيا كيف نعيش وما الفرص يعني إعادة هؤلاء خلال فترة المقبلة في ظل تحدي على المستوى البنى التحتية بشكل كبير الآن هناك حوار بيننا وبين عدد من جهات في الأمم المتحدة المعنية بالجانب الإنساني وبدأنا نناقش معهم بشكل عملي مشاريع العودة وكيفية التمويل وما هي متطلباتها بالتفاصيل فهناك عمل بهذا الإطار أحد تحديات في الداخل السوري التي أثرت على المحيط هي تجارة المخدرات الدولة السورية متهمة بغض الطرف عن من يقومون بهذه التجارة مرتبطين بمثل هذه الجرائم وتحويل سوريا لمركز للمخدرات الكيبتاجون كيف تردون على هذه الاتهامات إذا كنا نحن من يسعى كدولة لتشجيع هذه التجارة في سوريا فهذا يعني بأننا نحن كدولة من شجعنا الإرهابيين ليأتوا إلى سوريا ويقوموا بالتدمير ويأتوا بالقتل لأن نتيجة واحدة وأنا قلت هذا الكلام في أكثر من مناسبة البعض منها معلن إذا وضعنا الشعب بين الإرهاب من جانب والمخدرات فنحن نقوم بأيدينا بتدمير المجتمع والوطن أين هي مصلحتنا لذلك عندما حاولوا استخدام موضوع المخدرات مؤخرا من قبل أمريكيين أولا والغرب لاحقا وبعض الدول الإقليمية لأسبابها السياسية ضد سوريا كنا نحن من أول المتحمسين والمتعاونين من أجل مكافحة هذه الظاهرة لأنها ظاهرة خطيرة بكل معنى الكلمة فمن غير نطقة أن تكون الدولة معها لكن دعني أضيف نقطة حتى العصابات لا تتعامل مع دول لأنها تعمل بشكل سري تأتي من أخصى الغرب ومن أخصى الشرق لكي تمر بشكل سري تتعامل مع أشخاص بطريق الرشوة فلا يمكن لها أن تتعامل مع دولة لأنها عندها تصبح تجارة معلنة وليست سرية مع حجم الخطر في رأيك فيما يتعلق بالتجارة المخدرات هل كان هذا الأمر مطروح بشكل يمثل أولوية على الأقل مع القادة العرب في القمة الأخيرة؟ أولا تجارة المخدرات كعبور وكاستيطان هي موجودة لم تتوقف دائما هذا حقيقة ولكن عندما يكون هناك حرب وضعف للدولة فلابد أن تزدهر هذه التجارة هذا شيء طبيعي لك من يتحمل المسؤولية في هذه الحالة هي الدول التي ساهمت في خلق الفوضى في سوريا وليس الدولة السورية ما ذلك نحن كنا في حوار مع أكثر من مسؤول عربي زارنا في الأسعبية الأخيرة وكان هذا الموضوع أحد موضي التي طرحتها سوريا وليس هم فقط لأنه لدينا مصلحة مشتركة معهم في القضاء على هذه الصهرة أقترب معك سيادة الرئيس من علاقتكم الآن بالخارج هناك حديث عن مفاوضات تجري بينكم وبين الأمريكيين على مستوى المسؤولين دموماسيين ما الذي جرى؟ ما الذي تم التوصل إليه حتى الآن؟ لا شيء الحوارات عمرها سنوات بشكل متقطع ولم يكن لدينا أمل حتى للحظة واحدة بأن الأمريكي سوف يتغير للأمريكي يطلب يطلب ويأخذ ويأخذ ولا يعطي شيء هذه هي طبيعة العلاقة مع الأمريكيين منذ عام 1974 منذ خمسة عقود لا علاقة له بأي إدارة من الإدارات فلذلك لا جد لدينا أمل ولكن سياستنا في سوريا هو أن لا تترك أي باب مغلق في وجه أي محاولة لكي لا يقال لو فعلوا كذا لحصل كذا ولكن لا أتوقع بأنه بالمدى المنظور أو في المدى المنظور سيكون هناك أي نتائج من أي مفاوضات التعقد مع الأمريكي واشنطن تدعم تقارب العربي الإسرائيلي بشكل ملحوظ على الأقل خلال الإدارة السابقة والحالية هل تلقيتم أي عروض لقامة علاقة مع إسرائيل حتى هذه الحالة؟ لا لأنهم يعرفون موقفنا منذ بداية مفاوضات السلام في عام 1990 إن لم يكن هناك استعداد إسرائيلي لإعادة الأرض لا داعي لإضاءة الوقت بالأمس معنا صوت الانفجار في قلب العاصمة مشق اليوم تم إعلان أن هذا استهداف إسرائيلي إلى متى سيستمر هذا؟ هل الاستهداف يطال الجيش السوري أم التواجد الإيراني في الداخل السوري؟ الحقيقة يستهدف جيش السوري بشكل أساسي تحت عنوان الوجود الإيراني وسيستمر طالما أن إسرائيل هي عدو وسيستمر طالما أننا نتمكن من إفشال مخططات الإرهابيين ولو جزئيا لأن هذه الضربات ابتدأت عندما بدأ الجيش السوري بتحقيق انتصارات مرحلية في المعارك التي يأخذها نأخذ الاعتبار بأننا لم ننتهي من الحرب بعد إلى أي مدى سيستمر في رأيك؟ كما أقول لك طالما أن إسرائيل عدو وتقف مع الإرهابيين سيستمر لذلك لن يتغير نذب إلى الشمال لابد الحديث أيضا على علاقة مع تركيا لديكم شرطان لعودة هذه العلاقة مع تركيا وإنسحاب القوات التركية ووقف دعم الإرهابيين تركيا طلبت أن تلتقون دون شروط مسبقة في ظل هذا الطرح متى يمكن اللقاء بينك وبين الرئيس أردوغان خاصة أنه لا يعارض هذا اللقاء؟ كلمة من دون شروط مسبقة لللقاء يعني من دون جدوى الأعمال من دون جدوى الأعمال يعني من دون تحضير من دون تحضير يعني من دون نتائج يعني لماذا نلتقي أنا وأردوغان لكي نشرب المرتبات يعني مثلا نحن نريد أن نصل له هدف واضح هدفنا هو الانسحاب من الأراضي السورية بينما هدف أردوغان هو شرعنة وجود الاحتلال التركي في سوريا فلذلك لا يمكن أن يتم اللقاء تحت شروط أردوغان لكن أردوغان يقول مدام أن هناك إرهاب يهدد الدولة التركية لا يمكن أن تخرج هذه القوات الحقيقة الإرهاب هو صناعة تركية الموجود في سوريا جبهة النصر أحرارشان هي تسميات مختلفة لجهة واحدة كلها صناعة تركية وتمول حتى هذه اللحظة من تركيا فعلى أي إرهاب يتحدث؟ إلى العلاقة مع حماس سياد الرئيس أنتم لكم فضل كبير للدولة السورية على الحركة لكن كيف استقبلتم موقف الحركة مع بداية الأزمة؟ وهل عادت العلاقة كما كانت عليه مع أعلان الحركة إعادتها مع دمشق؟ بعد كل ذلك الوقت أريد أن أوضح نقطة صغيرة بأن البعض كان يقول من قادة حماس بأن سوريا طلبت منهم أن يقفوا معنا كيف يقفوا معنا؟ كيف يدافع الدولة السورية؟ لا يجد لديهم جيش يعني هم بضعة عشرات في سوريا هذا الكلام غير صحيح الموقف نحن أعلن بأكثر من السبب أنه موقف غذر لأن هذه الجهة التي ليس لأننا وقفنا معها لكن لأنها كانت تدعي المقاومة في ذلك الوقت وأنا أتحدث عن القيادات لا أتحدث عن كل حماس لا أعرف كل حماس التي دعت بأنها تقف مع المقاومة هي نفسها التي حملت علم الاحتلال الفرنسي لسوريا فكيف يمكن لشخص يدعي المقاومة أن يقف مع احتلال نتج باحتلال أمريكي وتركي وعدوان إسرائيلي تحت علم محتل فرنسي هذا الموقف هو مزيج من الغدر والنفاق أما علاقتنا اليوم فهي علاقة ضمن المبدأ العام نحن نقف مع كل طرف فلسطيني يقف ضد إسرائيل لكي يسترج حقوقه هذا مبدأ عام هل يمكن أن تعود العلاقة لما كانت عليه في السابق؟ لا حاليا ليس لديها مكاتب في سوريا ومن المبكر أن نتحدث عن مثل هذا الشيء لدينا أولويات الآن هي المعارك داخل سوريا هي الأولوية المستقبلة أعود لمسألة الأولويات كما تحدثت إلى الداخل السوري يعني مواقع المواطن السوري والتحديات التي تواجهت دولة اعتقد البعض مع انتهاء الحرب نسبيا ورفع تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية أن الاقتصاد سيتحسن متسارع أو بشكل تدريجي على الأقل سيكون هناك أمر ملحوظ سيادة الرئيس لكن هذا الأمر لم يحدث لماذا؟ هل في رأيك العقبة الأساسية هي قانون قيصر أم؟ ما العقبات؟ قانون قيصر هو عقبة لا شك ولكننا نتمكن بعدة طرق من تجاوز هذا القانون هو ليس العقبة الأكبر العقبة الأكبر هي التدمير البنية التحتية من قبل الإرهابيين العقبة الأكبر هي صورة الحرف في سوريا التي تمنع أي مستثمر من القدوم للتعامل مع الأسوق السورية العقبة الأكبر أيضا هي الزمن أنت بالاقتصاد تستطيع أن تضرب علاقات اقتصادية وتهدمها خلال أسابيع أو أشهر ولكنك بحاجة أيضا لسنوات الاستعادة فمن غير المنطقي والواقع أن نتوقع بأن هذه العودة وهذه العلاقات التي بدأت تظهر بشكل أقرب إلى الطبيعي ستؤدي إلى نتائج اقتصادية خلال أشهر هذا كلام غير منطقي بحاجة لكثير من الجهد والتعب لكي نصل لها ما يخص لبنان الذي عيش الآن وضع الحقيق على المستوى السياسي والاقتصادي وضع متردي هل تدخلتم سياسيا لإنهاء الأزمة السياسية في لبنان وهل تدعمون المرشح سليمان فرنجية لحل هذه الأزمة في المشهد اللبناني طالما أننا لم نتدخل لحل الأزمة في لبنان فلا يمكن أن نتحدث عن دعم أي مرشح أو لقوف ضد أي مرشح لا يمكن لأي طرف خارجي لا سوريا ولا غير سوريا أن يساعد في حل الأزمة اللبنانية إن لم يكن هناك إرادة لدى اللبنانيين من أجل حل أزمتهم هذه المشكلة فإذا لابد من دفع اللبنانيين للمزيد من التوافق عندها يمكن الحديث عن حل هذه الأزمة بالنسبة لنا في سوريا ابتعدنا على الملف اللبناني منذ أقل من عقدين من الزمن ونحاول أن نبني علاقات طبيعية مع لبنان من دون دخول في هذه التفاصيل في الوقت الحالي لو نعود الاغتراب من نظرتك الشخصية للإحداث مرت على سوريا حرب لأكثر من عقد تحديات عدة أخيرا الزلزال الذي أصاب أزاء كبيرة من الأرض السورية ما هو الموقف الشيط الرئيس الذي أثر فيك شخصيا خلال كل هذه السنوات؟ الحرب والزلزال طبعا الزلزال لا شك بأنه حالة جديدة بالنسبة لسوريا لم تحصل منذ 100 ألف سنين وتخلق لديك شعور من الصعب أن أعرف هذا الشعور ولكن وأنت تعمل من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه وهناك أشخاص يبيتون تحت الإنقاذ بين الحياة والموت لأيام هذا موقف إنساني له رهبة خاصة لكن على مستوى الحرب بشكل عام هناك موقف إنسانية لا تنتهي هناك المدرس الذي رفض أمر الإرهابيين بعدم الذهاب إلى المدرسة وقتل لهذا السبب مدرسين ومدرسات هناك عمل الكهرباء الذي أصر أن يصلح الكهرباء وقتل وهوير بأنه سيموت إلى آخره ولكن أكثر موقف إنساني يمكن أن يؤثر فيه هو موقف عائلات الشهداء خلال الحرب الأم والأب الذين فقدوا عدد من الشهداء من أبنائهم وأرسلوا بقية الأبناء ليدافعوا عن الوطن هناك موقف إنسانية لا يمكن أن تنسى بالنسبة لها بالنسبة للمستقبل سوريا سيد رئيس أنت تسلمت الحكم بعد والدك حافظ الأسد رغم أنك نجحت بعد ذلك في الانتخابات هل سيكون لإبنك حافظ دور سياسي في مستقبل سوريا؟ أولا بالنسبة لي أنا شخصيا لم يكن لرئيس حافظ الأسد أي دور في أن أكون رئيس لأنه لم يؤمن لأي منصب لا مدني ولا عسكري كي يكون من خلاله رئيس أنا أتيت عبر الحزب بعد وفاته ولم أناقش معه هذه النقطة حتى في الأسابيع الأخيرة من حياته وهو كان مريض في ذلك الوقت نفس الشيء العلاقة بيني وبين أبنيه علاقة عائلة لا أناقش معه هذه القضايا خاصة أنه ما زال شابا وأمامه مستقبل علمي أمامه مسار علمي لم ينهيه بعد هذا يعود لرغباته كشخص أما على مستوى العمل العام فهو يعود لقبول الوطن لأي شخص إن كان هو لديه رغبة بالعمل العام فلكن أنا الحقيقة لا أفضل ولا أرغب بمناقشة هذه التفاصيل معه لا الآن ولا لاحقا في الختام نظر على كل هذه السنوات سيادة الرئيس لو عاد بك الزمن إلى العام 2012 منذ بداية الأحداث ما هو القرار الذي اتخذت وانتغير راضيا عنه أو القرار الذي لو عاد بك الزمن لاتخذه بطريقة مختلفة بالنظر إلى ربما التجربة والدروس المستفادة على المستوى الداخلي وأيضا الخارجي كثيرا ما طرح هذا السؤال معي بشكل شخصي وأقول لهم سوف تستغربون إن قلت لكم بأن الكثير من القرارات التي تخذناها لم نكن مقتنعين بها أساسا لم نأخذها لأننا مقتنعين بها على سبيل المثال التغييرات التي حصلت بالنسبة للدستور وغيرها من الإشاء كنت أقول لهم سنقوم بهذه الإجراءات ومع ذلك سوف تستمر الحرب المظاهرات التي سميت سلمية وتعاملنا معها في البداية بأنها سلمية وكنا نعرف بأن الكثير من الجماعات الإخوانجية وغيرهم انزجوا بها وبدأوا بإطلاق النار على الشرطة وغير ذلك تعاملنا معها كمظاهرات سلمية بالرغم من أننا كنا نعلم بأنها غير سلمية هل يأترى لو عدنا إلى ذلك الزمن سنقوم بنفس الشيء؟ نعم لماذا؟ لأن التعامل مع الموضوع لا ينطلق من قناعاتك الشخصية دائما ينطلق من مفهوم الناس للموضوع فكثيرا الناس كانوا يؤمن بأن هذه المظاهرات سلمية وكانوا يعتقد بأن الدستور هو المشكلة وكان لابد من أن تقوم بهذه الإجراءات من أجل أن تثبت لهؤلاء الأشخاص بأن المشكلة لا هي لا دستور ولا مظاهرات سلمية القضية أكبر من ذلك طبعا اقتنعوا ولكن متأخرين فنعم كثيرا الإشياء لم نكن مقتنعين بها ولكننا سنعود ونتبعها ونتبنى عمرها أخرى بالنسبة للخارج ومسألة التحالفات كيف تنظر لها يعني العلاقة مع روسيا والعلاقة مع إيران أثبتت أن سوريا تعرف كيف تختار أصدقاء بشكل صحيح أما العلاقة مع الأتراك فهناك ما يتساءل هل ذهبنا بعيدا تركيا بلدجار كان من الطبيعي أن نسعى لتحسين علاقة معها ولو أتى الظروف مختلفة في المستقبل بعد انسحاب تركيا من أجل تحسين العلاقات فمن الطبيعي أن نعود لنفس السياسة وهي أن تبني علاقات جيدة مع جيرانك هذه مبادئ وليست سياسات عابرة وعلى المستوى العربي هل كانت هناك طريقة أفضل للتعامل مع العواصم العربية لربما منع هذه القطيعة التي استمرت سنوات نحن لم نبدأ هذه القطيعة ولم نقوم بأي عمل ضد أي دولة عربية وحتى عندما عدنا إلى الجامعة العربية وأنت ربما تكون سمعت خطابي لم أقوم بلوم أي طرف ولم نسأل أي طرف لماذا فعلتم ذلك بالعكس نحن نقول ما مضى مضى نحن دائما ننظر للمستقبل هل هناك طريقة أخرى أفضل؟ إذا كان هناك طريقة أخرى أفضل ما تمنى أن ننصح بهذا الشيء لنتبعه من أجل الدينماعة لكن لا نسعى لاستضامات ولا مشاكل عبر تاريخنا هذا جزء من سياستنا أو جوهر سياستنا سيد الرئيس شكراً لإهتاحة الفرصة للقاءك عبر شاشة سكاي نيوز عربية شكراً لكم مرة أخرى لم يجئكم إلى سوريا أهلا وسهلاً شكراً لك إذن مشاهدين كان هذا اللقاء الخاص مع الرئيس السوري بشار الأسد من هنا من قلب قصر المهاجرين في العاصمة السورية ديمشق شكراً لكم على المتابعة